خيبة الأمل التي أصاب بها الرئيس محمود عباس شعبه بقراره تأجيل الانتخابات الفلسطينية امتدت لتشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعديد من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بجرة قلم وحد الرئيس عباس شعبه وكل مناصري حقوقه المشروعة في العالم ضد قرار اتخذه من مشاركة القدس ستار دخان كي يهرب من العملية الانتخابية برمتها الفصائل الفلسطينية المختلفة التي نددت بالقرار لجأت إلى إطلاق الاحتجاجات الشعبية وهناك بينها من يبحث في اتخاذ إجراءات قانونية ويدعمها موقف دولي يزداد اتساعا ويدعو إلى تحديد موعد جديد بدلا من ترك حبل الانتخابات على الغارب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لم تكتفي بالدعوة لتحديد موعد جديد لكنها وعدت بتقديم الدعم لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة جنبا إلى جنب باقي الشركاء الأوروبيين وهذا مؤشر على أن الجهود السابقة التي لم تحقق التقدم المنشود بإلزام إسرائيل بتسهيل إجراء الانتخابات يمكن أن تستانف الأوروبيون ينطلقون من مبدأ يقضي بأن توفر مؤسسات ديمقراطية قوية وخاضع للمسائلة في الأراضي الفلسطينية وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل حل الدولتين وانطلاقا من هذا المعنى نفسه قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند إن إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية أمر ضروري لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية الرئيس عباس يبدو محاصرا من كل اتجاه فهو اتخذ قرارا يزعزع أركان الثقة بقدرة السلطة الفلسطينية على بناء مؤسسات ديمقراطية تسند حل الدولتين واتخذ قرارا فرديا آخر لم يدعمه أطراف العملية الانتخابية الرئيسون ولم يحدد موعدا جديدا للانتخابات ليثير الشبهات حول نفسه بأنه يعتزم الإفلات من انتخابات الرئاسة وشعبه يتظاهر ضده ما يزيد من عزلته ولا يطول الوقت حتى يجد نفسه ملزما بالتراجع عما فعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر